ما هي إلا أيام قليلة على بدء جيش النظام التركي هجوماً على إقليم كردستان حتى توالت التنديدات الشعبية في الإقليم والعراق ومناطق شمال وشرق سوريا التي سرعان ما شهدت احتجاجات شعبية شارك فيها الألف ضد الاعتداءات التركية الأحزاب السياسية في إقليم شمال وشرق سوريا نددت في بيان مصور بما وصفته بالحرب العدوانية لأنقرة داعيتان الأمم المتحدة والانتحاد الأوروبي وأكافة الدول والقوى الديمقراطية بإيقاف الهجمات التركية وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً فبالبيان كان فيه اندداء للدول العالم للقوى الديمقراطية أن يضغطوا على الأتراك لكي يحلوا القضية الكردية بشكل ديمقراطي يعني بالطرق الديمقراطية البيان الذي وقعت عليه عشرات الأحزاب السياسية من مختلف المكونات طالب كذلك حكومتين العراق وإقليم كردستان برفض اعتداءات أنقرة وتقديم شكواً في مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص مناشدة في ذات الوقت القوى الكردية بعدم الانخراط في الهجوم التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني جمعت الأحزاب الكردية العربية السريانية في هذه القاعة لإصدار بيان لشجب والتنديد بالحرب العدوانية التركية على إقليم كردستان ومهاجمتها قوات حماية الشعب في مناطق الدفاع المشروع وتزامن بيان الأحزاب السياسية مع خروج ألف السكان من مختلف المكونات في احتجاجات شعبية بمختلف مناطق إقليم شمال وشرق سوريا رفضاً للهجمات التركية على إقليم كردستان وكانت قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني قد أعلنت في بيان الأحد بدأ تركيا هجوماً في منطقة متينة بإقليم كردستان محذرةً من مخططات لتوسيع الهجمات واحتلال مناطق جديدة إنهاء مطالبة الشعب الكردي بحقوقه وإنه يعمل بكل قواه لجرى القوى الكردية للنظام إلى حربه العدوانية ضد قوات حماية الشعب القريرلا وإشعال حرب كردية